دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجانة الشعبية اليوم عددا من مواقع وتجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير بصليات من الصواريخ وقذائف المدفعية مصدر عسكري أوضح أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجيش السعودي في موقع عرق السيول بنجران محققة إصابات مباشرة في صفوف الجيش السعودي ولفت المصدر إلى أن وحدات الإسناد المدفعي في الجيش واللجانة الشعبية استهدفت تجمعات الجنود في موقع ملحمة العسكري السعودي بجيزان بعدد من القذائف وكانت وحدات المدفعية تابعة للجيش واللجانة الشعبية قد قصفت مواقع السودانة والدخان وموقع الفريضة وملحمة شكرا